اشتركوا في القناة الوحدة الثانية لأن الوحدة الأولى محذوفة عزة ومعزوزة محذوفة الوحدة الثانية جوحة والسلطان طيب راح ندر حلول هذا النص طيب سؤال أول استخرج من النص العبارة الموافقة لكل معنى مما يلي ستجنبني التعب والسفر العبارة الدل عليها في النص تغنيني الجهد والعمل والاغتراب تغنيني الجهد والعمل والاغتراب طيب أتظن أنني أخدع بسهولة عبارة الدل عليها من النص أتحسبني مغفلا حتى أعطيك إوزتي فتنال الجائزة مكاني طيب ابحث في قاموس عن معنى كلمة اغتنم ووظفها في سياق آخر اغتنم بمعنى ظفر بمال العدو أو انتهز اغتنم الفرصة أي انتهز الفرصة ندرها في الجملة اغتنم اللص غياب أصحاب الدار فسارقها اغتنم اللص غياب أصحاب الدار فسارقها سؤال اللي بعده ما هي الشخصية الرئيسية في هذا النص شخصية الرئيسية في هذا النص هو جوحة ماذا حل بالمملكة حل بالمملكة سنوات جفاف عصيبة الجفاف طيب الى اين سافر جوحة ولماذا ماذا اشتهى الملك لماذا انقرضت الطيور بالمملكة وبماذا وعد من يحضر له لحم طير هل نجح الناس في الحصول على مطلب السلطان طيب سافر جوحة الى مملكة اخرى طلبا للرزق اما الملك فقد اشتهى لحم الطيور وقد انقررت الطيور لقلة القوت وندرته كذلك وعد السلطان من يحضر له لحم الطير مكافأة يختارها بنفسه ولم ينجح الناس في الحصول على مطلب السلطان سؤالي بعد ماذا احضر جوحة معه من السفر ماذا خطر بباله بعدما سمع بوعد السلطان طيب احضر جوحة معه من السفر اوزتين وخطر بباله ان يهدي السلطان احدى الاوزتين لعله يظفر بجائزة قيمة وذلك بعدما سمع بوعد السلطان من حاول منع جوحة من الدخول الى السلطان ولماذا ما هي العروض التي عرضت على جوحة للسماح له بالدخول بأي شرط قبل جوحة هل كان يملك حلا آخر هل أعجب السلطان بهدية جوحة كيف عبر عن فرحته طيب حاول الحارس منع جوحة من الدخول إلى السلطان لينال هو المكافأة وقد عرض الحارس على جوحة ضعف ثمن الإوزة وقبلها عرض عليه أن يقدم الإوزة بدلا عنه ثم عرض عليه في الآخر أن يتقاسم الجائزة معه وهو الشرط الذي قبله جوحة لأنه لا يملك حلا آخر أعجب السلطان بهدية جوحة فعبر السلطان عن إعجابه بشكره وطلب منه أن يطلب ما يشاء ما هي الحلة التي استعملها جوحة ليعاقب الحارس على فعلته الحلة التي استعملها جوحة ليعاقب الحارس على فعلته هو أنه طلب تنظيف حديقة القصر من الحشائش الظرة ما هو؟ رد السلطان على ما فعله جوحة انفجر السلطان ضاحكا على ما فعله جوحة وسمح له بتنظيف نصف القصر وأعطاه جائزة ألف دينار بعدما عاقب الحارس بتنظيف النصف الآخر من الحديقة طيب بين موقفك مما فعله جوحة مع الحارس موقف جوحة مع الحارس موقف فيه حيلة وذكاء وهو موقف صائب وفيه مراوغة ذكية اقترح حلا آخر للموقف الذي حصل مع جوحة والحارس طيب كان بإمكان جوحة أن يخبر السلطان مباشرة بما فعله الحارس ويعاقب الحارس دون أن يقوم جوحة بتنظيف نصف حديقة القصر ولكن ما فعله جوحة أكثر إقناعا للسلطان كان أكثر إقناعا للسلطان ما هي العبرة التي تعلمتها من هذا النص العبرة من هذا النص التي يمكن استخلاصها من النص هي ضرورة استعمال الحيلة والذكاء أحيانا للوصول إلى الحق المشروع طيب أثري لغتي تضرب بعض الأمثال والحكم للتغيير عن تجارب سابقة ابحث عن المثل ومضربه طيب وعد الحر دين عليه وعد الحر دين عليه يضرب للوفاء بالعهد الوفاء بالعهد طيب أخلف أخلف من عرقوب أخلاف من عرقوب هو الإخلاف بالوعد الإخلاف بالوعد أبخل من أشعب أبخل من أشعب يطلق على الشح الشح أكرم من حاتم أكرم من حاتم يطلق على الجود إنك لا إنك لا تجني من الشوك العنب إنك لا تجني من الشوك العنب يطلق على لا تنال من الأمور السيئة ما هو جيد أننا لا ننال الأشياء الجيدة من الأمور السيئة طيب إعراب الفعل المعتل أظن أنه محذوف من الدروس المحذوفة كذلك تصريف الفعل المضارع المبني لمجهول من الدروس المحذوفة بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا